موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم ومرحبا أسعد الله مساءكم وأوقاتكم كلها بكل الخير أنا هنا في مطار القاهرات الدولية حيث يستقبل بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في هذه الزيارة التي يقوم بها إلى مصر في توقيت بالغ الأهمية بل ربما بالغ التعقيد في المنطقة العلاقات الأخوية بين البلدين كذلك أوضاع المنطقة هذه الأوضاع الدقيقة سوف يكون ذلك على طاولة التباحث بين الزعيمين العربيين مصر وفي ممثلة في قياداتها السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على التنسيق مع كل الإخوة الأشقة وكذلك الدول الصديقة على مختلف الأصعدة سواء الأصعدة السياسية أو الاستراتيجية أو كذلك أصعدة اقتصادية وغيرها من المجالات التي يتم التنسيق بشأنها خاصة مع تصاعد الأوضاع في منطقة شرق الأوسط نهيك عن الأوضاع التي تستمر لـ 94 يوما بعد المئة 194 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن معاناة إخواننا الفلسطينيين في القطاع هذا وقد حطت الآن طائرة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هنا في أرض مطار القاهرة ويستقبله الرئيس عبد الفتاح أسيسي بعد لحظات إذانا ببدء هذه الزيارة المهمة التي تتناول التنسيق في مختلف القضايا القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي يتم التنسيق فيها هناك العديد أيضا من الملفات في المنطقة التي يتم التبحث بشأنها في ظل التوترات الأخيرة ما بين إيران وإسرائيل في المنطقة هناك ترتيبات أمنية هناك كذلك تفاهمات سياسية الذي تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن مصر والبحرين تمتلكان تاريخا مشتركا كبيرا من التفاهم ومن التنغم السياسي ومن التنسيق السياسي على أعلى المستويات كما تمتلكان أيضا تاريخا مهما للغاية بين الشعبين الشعب المصري والشعب البحريني الشقيق إذن هناك علاقات تاريخية ربما بدأت في أوائل القرن الماضي زاد عمرها الآن على مئة عام من العلاقات الأخوية بين البلدين مصر قدمت الكثير لدولة البحرين في بدايتها وفي إنشاء منظوماتها التعليمية كذلك البحرين تعاونت مع مصر في مجالات كثيرة كانت داعما سياسيا في مراحل تاريخية وسياسية مختلفة العلاقات على أفضل ما يكون بين الدولتين بين مصر والبحرين سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي كما ذكرت لحضراتكم كذلك هناك علاقة اقتصادية بين الدولتين وتسعى الدولتين لتنسيق هذه العلاقات وإزكاء الجانب الاقتصادي بين البلدين وحركة التبادل التجاري بين البلدين زيارة تأتي كذلك لتنمية هذه العلاقات الثنائية والأخوية بين الدولتين وكذلك يجيء جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى مصر مهنئا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة بعد أيام من هذه المراسم مراسم حلف اليمين في العاصمة الإدارية هذه المراسم التي تابعها الأخوة الأشقاء وكذلك الدول الصديقة باهتمام بالغ نظرا إلى السنوات المقبلة وإلى تحركات المصرية والنهضة الاقتصادية المصرية المزمعة خلال السنوات المقبلة إن شاء الله وأعتقد أنه ما يدور من تفاصيل خلال اللقاءات المختلفة وستتوالى زيارات عديدة أيضا بين الأشقاء العرب وبين الجانب المصري في الأيام المقبلة وكذلك اللقاءات الأخوية المهمة فنحن هنا مشاهدين الكرام في إحدى أهم هذه الجوالات ينتظر خلال الأيام المقبلة أن تزداد هذه الوتيرة بشكل مضطرد أحدثكم هنا عن تنسيق في العلاقات المصرية العربية على المستويات المختلفة على أعلى المستويات هناك أيضا التنسيق في مسألة الهدنة في الأراضي الفلسطينية محاولة التوصل إلى هدنة محاولة تهديئة الأوضاع محاولة التخفيف من المعاناة الفلسطينية التي ازدادت على ستة أشهر ودخلت شهرها السابع خلال الأيام الماضية وتزال تزداد هذه المعاناة يوما بعد يوم هنا نتحدث عن حديث وتصرحات لرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بضرورة إنفاذ المساعدات وإنهاء أو التقليل على الأقل من معاناة الأشقة الفلسطينيين ها قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى ممشى مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الطائرة الملكية البحرينية ليكون في استقبال العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إذنا ببدء هذه الزيارة خلال ساعات المقبلة بعد قليل يتوجه الزعيمان إلى قصر الاتحادية قصر الرئاسة لبدء مباحثات مهمة على المستويات المختلفة والحديث الودي في جانب منه كذلك هو حديث عن موضوعات مختلفة ومضطردة في العلاقات المختلفة والمجالات المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر شهدين الكرام إذن استقبل الآن الرئيس عبد الفتاح سيسي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هنا في مطار القهرة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع الزعيمين وتجمع البلدين وتجمع الشعبين الشقيقين كذلك فالعلاقات المصرية البحرينية هي نموذج لمستوى العلاقات العربية العربية التي يجب أن يحتذى بها هذه العلاقات الطيبة على مدى التاريخ كذلك التي تتنامى عاما بعد عام ووقتا بعد وقت وكذلك على مستوى التنسيقات السياسية وعلى مستوى التفاهم والتناغم السياسي البحرين إحدى دول الخليج المهمة التي تمثل رأيا عربيا وموقفا عربيا متزنا ومتعاونا مع الآخرين وموقفا عربيا ودودا مع جيرانها المختلفين على المستوى سواء الإقليمي أو على المستوى الدولي فهي سياسة البحرين سياسة سلمية وتتفق كثيرا في مبادئها مع السياسة المصرية لذلك فأنا أتحدث هنا عن تناغم بين الدولتين وبين سياسات الدولتين على المستويات المختلفة إذن حطت طائرة الملكية البحرينية هنا في أرض القاهرة منذ قليل وتبدأ المباحثات بعد أن يصل الرئيسين يستحب الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى قصر للتحدي الذي لا يبعد كثيرا عن مطار القاهرة في هذا الطريق يهتم القادة وضيوف مصر دائما بمتبعة ما يحدث من تقدم ومن اختلاف في معالم القاهرة وفي معالم المنطقة المحيطة هنا من المطار إلى قصر الاتحادية وبعدها في جولات مختلفة لا يغيب عن حضراتكم أن مصر دائما ما ترحب وتستضيف القادة العرب كما تستضيف الشعوب العربية ومن يتابع أيضا سيجد من يرى بعيون الأصدقاء وبعيون الإشقاء حينما يحضرون هنا إلى مصر فدائما ما يتحدثون عن هذه النهضة وهذا التقدم وهذا الاختلاف الذي يتم يوما بعد يوم وعاما بعد عام في كل ربوع مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا في مناطق مختلفة وهنا لا أتحدث عن مناطق سياحية فحسب بل أتحدث عن نهضة حضارية في مختلف مناطق مصر لا تخص العاصمة المصرية القاهرة وحدها بل تمتد كذلك إلى عمق الصحراء إلى عمق الاتجاهات المختلفة إلى صعيد مصر أتحدث أيضا عن نهضة حضارية واهتمام بالملفات المختلفة في الصعيد وفي أيضا شمال مصر ومحافظات الشمال أيضا شرقا وغربا الحديث هنا هو عن ملف الزراعة عن ملف الاهتمام بالصناعة والتوجه إلى هذه الصناعة التي تمثل وعصب الاقتصاد لأنه لا يوجد نهوض حقيقي بأي دولة إلا إذا اهتمت بصناعتها كذلك لا يغيب ملف التعليم عن إحداث هذه النهضة الحقيقية كذلك يعني الحديث لا يمكن أن ينقطع حين نتحدث عن الأفضلية عن ملف الصحة هذا الملف المهم ليس هناك تقدم ولا تطور حقيقي إلا بطرق هذه الملفات كلها مع بعضها في ذات الوقت وبشكل متوازن وكذلك بجهد متوال يتوالى يوما بعد يوم ويزداد الرصيد فيه وأعتقد أننا نشهد الكثير ربما المصريون يحلمون بغد أفضل كثيرا من اليوم يحلمون بوطن متقدم يحلمون أيضا بظروف معاشية أفضل وهذا الحلم وهذا الإيمان بقدرتهم على تحقيق ما حلموا به وبقدرتهم على الإيمان بما يحلمون به وبإنفاذه ليكون واقعا أعتقد أنه أمر مهم للغاية يعودوا إلى هذه الزيارة المهمة استطرت قليلا عن مصر والمصريين ومصر في عيون الآخرين مصر في عيون زائريها في عيون الضيوف الذين يقدمون إلى مصر بشكل متواتر وبشكل متكرر وهم دائما ما يتحدثون عن التطور الذي يجدونه يوما بعد يوم عاما بعد عام على الأقل في المناطق التي يقومون بزيارتها لكن نحاول أن ننقل أيضا المناطق الأخرى وكل ما يتم على أرض مصر وإن كان هذا إلى حد كبير يبدو أمرا صعبا لكننا على الأقل نحاول وهذا دور الإعلام أن ننقل جزءا من الصورة المهمة التي يجب أن تنقل الحديث عن العلاقات المصرية البحرينية وإن كان أعتقد أن المعظم يعلم عمق العلاقات المصرية البحرينية ويعلم جودة وطبيعة هذه العلاقات على مستوى القيادات السياسية بين البلدين وألا أتحدث فقط عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة في هذا الوقت بل أقصد كذلك تاريخا ممتدا ومهما وعميقا بين الدولتين على مستوى القيادات السياسية ما يحدث في هذه الزيارة وما يحدث من ترحاب ومن حفاوة ومن أخوة تبعناها منذ قليل هو امتداد لتاريخ طويل بين البلدين وهو تتويج أيضا لهذه العلاقات وهو تتويج للعلاقات الشعبية لأنه لا يزال هناك مصريون كثيرون يوجدون في البحرين كما يوجد بحرينيون هنا في القهرة يقدمون بشكل منتظم كما الحال مع عديد من دول الخليج لكن طبيعة العلاقات المصرية البحرينية أنها علاقات اتسمت دائما بالهدوء وبالاستقرار وبالتناغم لم تمر بمراحلة للاختلاف أو للصراع أو لعدم الارتياح بل كانت دائما محطات هذه العلاقة في أفضل أوضاعها وفي أفضل أحوالها العلاقات المصرية البحرينية كما ذكرت عفوا كما ذكرت لحضراتكم هي علاقات نموذجية يحتبى بها في العلاقات العربية البينية كما تحرص مصر أيضا في سياستها في السنوات الأخيرة وأقصد السنوات العشر الماضية أن تحفظ هذه العلاقات الطيبة والأخوية والجيدة للغاية مع كل الأشقاء على سواء في الخليج سواء شرقا أو مع مختلف دول الإقليم وأقصد هنا المحور العربي كما أقصد العمقى الإفريقي كذلك العلاقات المصرية الدولية تجهت مصر غربا وشرقا دخلت في شراكات مع عديد من أقطابي ودول العالم المهمة كانت هناك وحين ترأست مصر لتحاد الإفريقي عام 2019 كانت هناك شراكات مصرية إفريقية مع عديد من دول العالم كالاتحاد الروسي واليابان والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول ومناطق العالم امتدت أيضا إلى علاقات متميزة لغاية مع الصين ومع عديد من الدول الغربية تمثلت هذه العلاقات الطيبة ولا أقصد فقط العلاقات على المستوى الإفريقي مع دول العالم بل أقصد كثيرا من الدول هناك طريق الآن هناك حديث ودي الآن هناك صحبة في زيارة جميلة ورائعة ومثمرة إن شاء الله من أهم ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الزيارات الثنائية أو اللقاءات الثنائية التي تتم وزيارات المتبدلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين عديد من الزعماء سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي هو دعم القضية الفلسطينية هو على الأقل وضع حد للمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها إخوتنا في فلسطين الذين يطالبون بحقهم في الحياة وما ضاع حق وراءه مطالب هي قضية تاريخية هي قضية اعتبرها العرب قلب ولب القضايا العربية وهي قضية عليها وعلى العرب أن يدعموها دائما وأن يحيوها وأن يرووها بماء الحرية وبماء السلام وبماء العقل والحكمة وكذلك دعم مهم على المستويات المختلفة للدولة الفلسطينية لحل الدولتين للعودة إلى حدود الرابع من يونيو الرابع من حزيران عام 1967 أن يضاف إلى الحقوق الأساسية الموجودة هي الحق في الحياة الذي أصبح حقا يطلبه الفلسطينيون الآن في ظل المعاناة اللا إنسانية التي يتعرضون لها إن ما نتحدث عنه من لقاءات ومن تفاهمات ومن ترتيبات من خلال القيادة السياسية المصرية مع مختلف دول العالم وقد استقبلت مصر خلال الأشهر الماضية العديد من الزعماء ومن المسؤولين في منظمات دولية والعديد من قادة دول العالم هنا في القاهرة وكما قاموا بزيارة إلى مطار العريش الدولي الذي يقوم بدور مهم للغاية في استقبال كل الطائرات والمساعدات التي تقدم إلى مصر إعدادا لدخولها للأشقاء في فلسطين مصر تفعل كل ما في وسعها بل تبذل أقصى ما تستطيع وربما أكثر من ذلك على المستويات المختلفة من أجل إنفاذ المساعدات سواء المساعدات الإنسانية أو المساعدات الإغاثية التي ينتظرها أهلنا في فلسطين تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام عن هذا الموضوع قائلا إن مصر تبذل كل ما تستطيع أن تبذله وهناك محافل وهناك لقاءات كثيرة على مستويات الدبلوماسية المصرية وعلى المستويات المختلفة وترتيبات أمنية كذلك في سبيل التسهيل على الأشقاء في فلسطين وتحديدا في غزة من أجل وضع حد لهذه المعاناة بل وللمخاوف من تساعد العدوان الإسرائيلي على القطاع والحيلولة دون الاجتياح البرية لمدينة رفح الفلسطينية أعتقد أن كل هذا يصب في صالح القضايا العربية التي في قلب هذه القضايا بطبيعة الحال قضية فلسطين وهذا هو الموقف الذي اتخذته مصر وهذا هو الموقف الذي تصر مصر على أن تمضي فيه غير عابئة وغير متخاذلة بكل الصعاب وكل المشكلات وكل المعوقات التي تحيط بهذه الظروف الصعبة على أهلنا في فلسطين إذن دقائق قلائل وتبدأ مباحثات مهمة مباحثات أخوية ترتبات سياسية وكذلك توافقات على المستوى الإقليمي وعلى مختلف القضايا الدولية بين الدولتين أيضا العلاقات الطيبة والعلاقات المتنامية وهنا أقصد علاقات اقتصادية وعلاقات إنسانية بين الشعوب وأقصد أيضا علاقات سياسية على مستوى القادة قادة الدول الرئيس عبدالفتاح السيسي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيضا سوف يكون وقريبا العديد من اللقاءات التي ربما هي تهدف لنفس الترتبات لنفس الموضوعات تحسين بيئة العمل العربية الخروج بموقف عربي موحد ومشرف لصالح العرب أنفسهم ولصالح القضية الفلسطينية ومصر هي قلب العروبة القلب النابض لذلك مصر ورئيسها لا يألواني جهدا في تفعيل القضايا العربية والروح العربية والقدرة العربية وهنا أقصد القدرة بمختلف القدرات القوة العربية المتمثلة متمثلة في الاشتراك في الثقافة والاشتراك في الدين والاشتراك في القيم والاشتراك في المصير ذاته والحديث عن التكامل الاقتصادي العربي والحلم بمزيد من الوحدة الاقتصادية ومزيد من التعاون الاقتصادي ووصولا إلى فكرة التكتلات الاقتصادية بل وأيضا آلية سياسية لرأب الصدع الموجود في جسد الأمة والذي يمثل نزيفا يوميا يحدث في فرسطين في كل يوم أعتقد أننا على مدى الأشهر الماضي أيضا تبعنا جهدا كبيرا وجهدا مفذولا من قبل مصر على الأسعادة والمستويات المختلفة يتواصل هذا الجهد لم يتوقف الحقيقة حتى في الأيام الماضية التي ظن البعض أن الأمور قد هدأت بشكل أو بآخر لكن العمل والجهد والاهتمام بكل القضايا العربية كذلك القضايا غربا إقرار الأمور في الداخل الليبي جنوبا الأزمة الموجودة في السودان والتي ربما البعض نسيها لكن مصر لم تنسها والجهد المصري متواصل دائما لاستقبال الأشقاء السودانيين واستضافاتهم هنا في مصر كما حدث مع عديد من الدول مع عديد من ضيوف مصر سواء من سوريا من العراق ومن دول أخرى ومن ليبيا وأخيرا أيضا من السودان من اليمن مصر دائما هي الحاضنة ومصر دائما هي الداعمة لكل الأشقاء العرب سواء في داخل بلدانهم أو في بلدهم الثاني مصر حفية بكل الأخوة لكن دائما مصر تصر على أن الأشقاء يجب أن يحدثوا فارقا داخل دولهم وداخل أراضيهم وذلك لا يتحقق إلا بالسلام وبالتوافقات وفي ذلك تسعى مصر على المستويات المختلفة لإقرار الأمور في كثير من القضايا العربية الحقيقة يعني السنوات الماضية شهدت توترات كبيرة سواء على الدول الموجودة على حدود مصر جنوبا وغربا أو كذلك في عديد من الدول الأخرى امتدادا إلى العراق امتدادا إلى سوريا امتدادا إلى الشرق الجنوبي أتحدث عن اليمن لكن العقد لا ينفرط وفي قلبه مصر فمصر هي التي تربط حباتي هذا العقد مصر هي الحبل والعروة المتمسكة ومن يتمسك بها ومن دائما يرتب مع مصر في أولوياته وأولوياتها الأولويات المصرية دائما لا تخفى على الجميع وليس عن حضراتكم فحسب أولويات تتمسك بوحدة الشعوب بحق الشعوب في تقرير مصيرها بحق الشعوب في الحرية داخل حدودهم وفي أرضها بحق الشعوب في الحياة الذي يمثل حقا أساسيا أقرته وأقراه ميثاق الأمم المتحدة قبل منتصف القرن الماضي هذه حقوق والحقيقة أن هذا الحق مقر في كل الشرائع وكل الأديان بل وكل الدستير وكل القوانين حق الشعوب في الحياة وحقها في أن تدافع عن نفسها وعن أرضها وعن مقتضيات حياتها أعتقد أن هذه هي الحقوق الأساسية التي بات الحديث عنها ليس فقط طرفا بل أصبح الحديث عنها حديثا يحدث في كل يوم حديثا نلتجو إليه لأنه ربما أصبحنا في عالم نناقش فيه المسلمات وعالم يمتلئ بالكثير من التحديات هذه التحديات التي بدأت ربما منذ سنوات بجائحة كورونا التي مثلت تحديا عالميا مهما للجميع وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي تزال حتى اليوم في مقتضيات وأحداث نتابعها في الأخبار يوما بعد يوم مثلت أزمة ليس للمنطقة الإقليمية في أسيا وأوروبا فحسب بل امتدت لتطال هذه الأزمة كل مناطق العالم أصبحت أزمة أثرت على الجميع بشكل كبير ومع استمرارها ومع وجود هذه الأزمات تأتي أزمة الشرق الأوسط وأزمة فلسطين لتمثل التحدي الأكبر في ظل مخاوف تتنامى يوما بعد يوم من امتداد الصراع ومن اتساع رقعة الصراع وأطرافه وأن يصبح صراعا إقليميا وأن تكون هناك حرب بالوكالة بين بعض القوى هنا في المنطقة هذا أمر مصر تسعى للحيلولة دون حدوثه فمصر تدافع عن أمنها القومي تدافع عن الأمن القومي العربي الذي يعد بعدا استراتيجيا مهما للغاية وامتدادا طبيعيا للأمن القومي المصري كما تعتبر مصر العمق الإفريقية والعمق الاستراتيجية والأمن القومي المصري لا يبدأ فقط من لدى حدود مصر بل يبدأ من حدود الأشقاء والجيران على المستويات وعلى الأبعاد الجغرافية والاتجاهات الجغرافية المختلفة لذلك مصر تهتم بإقرار الأمور في كل الدول المصر تتبع كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي واستشهدت بهذه المقولة أكثر من مرة حينما أتحدث لحضراتكم قال الرئيس أن مصر تتبع سياسة شريفة في زمن ربما عز فيه الشرف لكن الثوابت المصرية بعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول بعدم إفساد حياة الشعوب في داخل الدول بإقرار حقوق الشعوب في أن تحيا وفي أن تنهض وفي أن تحقق مسيرة تنموية لأن هذا هو حق الشعوب التي تعيش في دول مثل الدول التي تعج بها المشاكل في المنطقة هذه الأيام من حق الجميع أن يبحث عن قدراته على إحداث التنمية وقدراته في العيش بدولة حديثة ودولة تستطيع أن تحقق الرفاهية لشعوبها ما يطلق عليه في عالم الاقتصاد دولة الرفاه وهذه هي ربما بغية كل الأمم وبغية كل الشعوب أن تصل إلى هذا المستوى من المعيشة لأننا أصبحنا نعيش في عالم تنقسم فيه القدرات بشكل كبير تتباين فيه هذه القدرات سواء القدرات العسكرية أو القدرات الاقتصادية فبينما يزداد بعض الأغنياء غنا فهناك فقراء يزدادون فقرا أتحدث عن شعوب حلمت في يوم من الأيام بإحداث نهضة في دولها لكن التحديات وأتحدث عن تحديات كثيرة خارجية أثرت على شعوب هذه الدول كما كان لديها تحدياتها الداخلية التي عملت بعض دول على أن تتغلب عليها لكن تظل التحديات الخارجية جزءا مهما من مشكلات الدول والشعوب التي تريد أن تحقق طفرة في حياتها وأن تحقق أملا وحياة وحلما أفضل لأبنائها وهذا هو الحق الطبيعي للشعوب هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظرا لتوقيتها نظرا كذلك لجدول وأجندة اللقاءات العربية المزمعة خلال الفترة المقبلة لأنها سوف تشهد تنسيقا مهما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة تنسيق في المواقف وفي الرؤى وفي القضايا التي سوف تطرح على الطاولات المختلفة سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي كذلك على مستوى المنظمات الدولية القائمة على الاعتناء بحقوق الشعوب وهنا أتحدث عن منظمات أممية ومنظمات إغاثية لأن الأمم المتحدة وهي المنظمة المعنية بشؤون الدول وبترتيب شؤون الدول وكذلك لديها من الهيئات والأجهزة التابعة بشكل كبير منها ما هو مسؤول عن السلم والأمن الدوليين أتحدث عن مجلس الأمن الذي يعاني مشكلة كبيرة في مسألة نظام التصويت في داخل مجلس الأمن الدول الخامس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقد المسمى بالفيتو الذي يجهد قرارات مهمة ممكن أن تصدر لصالح مظلوميات شعوب تستحق أن تنال دعما أمميا لكن هذا الفيتو ربما هو الذي يحول كثيرا ودون تحقيق هذه الشعوب حقها في الحياة وفي إقرار أمورها أيضا هناك منظمات معنية بالتراث منظمات معنية بالثقافة كاليونسكو هناك منظمات معنية بالأطفال وأوضاع الأطفال يونسيف وغيرها من المنظمات وهذه المنظمات تستحق دعما حقيقيا لأنه تعنى بأوضاع قد لا ينتبه إليها البعض في ظل معاناة هذه الدول فكثير من مقدرات الدول الآثرية والثقافية مهددة بالفعل كما كان يحدث في العراق يعني في أوقات عدم استقرار مرة به العراق كذلك أوضاع الأطفال وأوضاع الأمهات أوضاع صحية مهمة للغاية ربما تتحدث عن ذلك أيضا منظمة الأمم للصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة WHO تتحدث عن أوضاع الأمهات في الدول التي تشهد معاناة جراء الحرب تتحدث عن أوضاع الأطفال والأطفال الرضع نتحدث عن إصابات تحدث ولا يجد كما يحدث أو كان يحدث وربما لا يزال يحدث في فلسطين حال قصف قوات الاحتلال للمستشفيات المختلفة وإخراجها عن العمل يعني كنا نسمع خلال الفترة الماضية أن عمليات جراحية تم إجراؤها دون تخدير وهو أمر بالغ الصعوبة أمر لا إنساني بطبيعة الحال ولكن مصر وتحاول دائما أن تقرى الأوضاع وأن تنفذ المساعدات سواء المساعدات الصحية أو غيرها إلى الداخل الفلسطيني نحن على وشك أن تبدأ هذه المحادثات المهمة في قصر الاتحادية ننتقل إلى نقطة أخرى إلى داخل قصر الاتحادية الزميل محمد عبدالله في أمان الله أسلمه الكلمة تحياتي إلى حضراتكم محمد ترك ترجمة نانسي قنقر 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 البحرين لتمضي العلاقات الدبلوماسية ما بين مملكة البحرين ومصر على أوبه التعاون والعلاقات القوية التي تضرب بجدور البلدين أيضا هذه العلاقات وهذه الزيرات المتبادلة بالتأكيد تعكس عمق العلاقات ما بين مصر ومملكة البحرين ويمكن عام 2022 شهد قمم مصغرة عربية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بمشاركة ملك مملكة البحرين ففي بداية عام 2022 كانت هناك قمة رباعية احتضنتها أبو ظبي وضمت بجانب مصر ومملكة البحرين أيضا جمهورية العراق وفي منتصف 2022 أيضا كانت هناك قمة هامة لألغاية قمة ثلاثية احتضنتها مدينة شرم الشيخ ما بين مصر ومملكة البحرين والأردن وفي أغسطس من عام 2022 كانت هناك أيضا قمة قمة خماسية في العالمين بمشاركة مصر وعاغل البحرين ومملكة البحرين والإمارات والأردن والعراق إذن التنصيق على الدوام يتوالى ويتواصل ما بين القيادتين المصرية ومملكة البحرين للتعامل مع التحديات الجنبة التي تواجه المنطقة العربية والمتابع لزخم العلاقات أو متابع للعلاقات المصرية مع مملكة البحرين يلاحظ جليا أن العلاقات السياسية ألقت بظلالها كثيرا على العلاقات الاتصادية فتنامت العلاقات الاتصادية بين مصر ومملكة البحرين في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصل حزب تقرير إلى الجهاز المركزي للتعباعة العامة والإحصاء هنا في مصر لتتزايد في عام 2021 بنسبة ما يزيد عن 128 في المئة بلغت الصادرات المصرية إلى مملكة البحرين وحجم التبادل التجاري ما بين مصر ومملكة البحرين وصل إلى ما يزيد أو ما يقترب إلى المليار دولار 917 مليون دولار هناك عدد كبير من الشركات البحرينية تعمل هنا وتستثمر هنا في مصر عشر شركات من مملكة البحرين تستثمر في الاقتصاد المصري هذه الشركات تستثمر بما يوازي وما يزيد عن 700 مليون دولار يتم ضحفها في الاقتصاد المصري إذن نحن أمام علاقات قوية ليس فقط على مستوى القيادات ولكن أيضا على مستوى الشعوب وعلى مستوى الشعبين الشقيقين وهذه العلاقات مثلما أشرنا ألقت بظلالها العلاقات السياسية ألقت بظلالها على العلاقات الاتصادية ما بين مصر ومملكة البحرين بتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية وتتميز العلاقات ما بين مصر ومملكة البحرين بالتعامل مع كافة هذه التحديات والعمل على أن يكون هناك هدوء في المنطقة العربية وأيضا هناك توافق في مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة العربية ما بين مصر ومملكة البحرين نجد التعاون الوفيق ما بين مصر ومملكة البحرين على سبيل المثال في القضية الفلسطينية هناك توافق ما بين كلا القيادتين في تلك في كلا البلدين على أهمية إنهاء الوضع في قطاع غزة وأيضا الوصول بملف القضية الفلسطينية إلى بر السلام ليس هناك إمكانية إلا بوجود حل عادل القضية الفلسطينية وهنا بقصر الاتحادية نتابع وصول في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصاحبة ضيفه الكريم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي تنتظره مراسم استقبال رسمية تليق بضيف مصر العزيزة نعم هذه العلاقات المتميزة والتوافق بالرؤى بين مصر ومملكة البحرين ظهر جليا في كافة القضايا التي تمر بها المنطقة العربية وأيضا يحسب للعلاقات ما بين البلدين بأنها صمام الأمان الذي يقوم بالعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية في ذاكرة العلاقات بين البلدين يقف البلدان بكل ثقالهما دائما إلى جانب بعضهم البعض في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية فالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية نصر العربية بمملكة البحرين تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شهدتا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والشهدتا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اشتركوا في القناة 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 بلا اي رفقة وانا خارج من الباب فحييت جلالة المال فوجيت ان هو جلالة المال البحرين عيسى بن سلمان قمة التواضع يتكلم مع الناس وقريب من القلب جدا ثم الحكا فدنا في العشر السنين الاخيرة رئيس مصري متحرد جاب العالم من اقصى الشرق في طب لأقصى الارب في باريس شمالا حتى نيويورك جنوبا حتى بلدان في افريقيا لم تطعها قدم وانا اتابع كدبلوماسي عجوز هذه الانشطة يوميا بل ساعة بساعة لا ينقض يوم الا وقد حدثت اكتصالات لقادة العالم وده بيعددينا ثقة لاستياسة الخارجية المصرية اللي هي سياسة خارجية بدأت 2000 سنة قبل الميلاد وبالتالي طبعا نحن من اكثر البلدان التي تحترم سياساتها الخارجية وتقتدي بنا الكثير من الدول وتطلب مشهوراتنا في الكثير من المسئل نعم سعادة السفير دعني اقف عند هذه النقطة التي ذكرتها وهي التي قمت بالاشراف فيها على الملف الاقتصادي حتى في هذه القمة التي لم تنعقد اذا سعادة السفير فانت ملم كثيرا باهم الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين حدثنا عنها بالتأكيد اواء يعني عاوز اقول في الجانب المالي طبعا هناك استثمارات بحرينية في مصر هناك بنوك بحرينية في مصر هناك استثمارات بحرينية كما تعلمي ان مصر اكتر دولة عربية جادبة بالاستثمار في منطقتها رغم اننا طبوحين لا اكثر من هذا فبنستفيد طبعا من البحرين كمركز ميل الجالية لدينا جالية محترمة في البحرين وانا لاحظت ان لما كنت في البحرين اكثر من مرة ان هناك يعني تشجيع للتواجد المصري في البحرين لاني بيشعروا ان مصر شعباء ومن يذهب من المصريين هو شعب متوازن ليس له اي جانب يعني يسارا او يمينا من ناحية الاعتدال وليس التطرف هم يقدرون جدا المصريين كخبراء يساندون البحرين في موضوع التنمية فده جانب مهم قد لما نشير اليه ان الحياة يعني فخور بالجاليات المصرية في الخليج وبمختلف بلدان العالم ويكفي ان نقول ان تحويلات المقومين من الخارج هي اكبر مصدر للعملات الصعبة تأتي الينا ايضا المشاورات السياسية وخصوصا ان احنا الان في ازمة العالم العربي اغلبه ليس بصحة جيدة صحيح وسوريا التي تحتل تركيا جزء منها العراق نفس الشيء الليبي المقسمة السودان للأسف الشديد حتى الجيش نفسه انقسم على نفسه اليمن وتهديدات الحسيين للملاحة في منطقتنا فبالتالي الدول الخليجي الستة الحمد لله زائد مصر ودول في مقام المغرب والجزائر تقف على اقدام ثابتة وتشكل قوة دافعة لاجات توازن عربي حتى اننا عندما اجتمع قائدة العرب الستة الخليجيين زائد مصر والسعودية زائد مصر والاردن والعراق في جدة الرئيس الامريكي كان نضم من هذا الاجتماع واقترح علينا اقامة حلف عربي مضاد لإيران هنا جاء ميزة التنسيق العربي لان ردت عليه الخارجية المصرية وايضات دول الخليجي ان ايران ليست العدو وانما العدو هم من يحتل ارضينا من ينكل بابنائنا في فلسطين من يحتل الجولان السورية فاكبرنا هذا التنسيق العربي اميته انه اكبر الرئيس الامريكي ان يتراجع عن اقتراحه وعاد الى المطالبة بحل البولتين في فلسطين دي ميزة التنسيق لان يعني الجزء السياسي والامني ايضا قوي جدا ايضا نعاوز وطبعا فيه تعاون فيه على اطار القوات المسلحة والتدريب مصر بتقوم بالدور في مسألة دعم القوات المسلحة للبلدان العربية جميعا وانا كثيرا ما اتقل بهم في اكاديمية مصر العسكرية العليا في كلية الحرب وكل اتفاق يحضرون دورات لتبادل الاراء والتدريب العادي نعم يعني سعاد سفير نتحدث ايضا عن ان هناك علاقات تاريخية قديمة بين البلدين ولكن ذاتت اواصر هذه العلاقات بعد تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيزي لمنصب رئيس الجمهورية مصر العربية ما هذا نقطة ارتكازي نعم انا بقول اننا حرمنا من اهم سلاح للدبلوماسية المصرية يمكن 15 سنة قبل ثورة 2011 لان رحمة الله عليه الرئيس مبارك كان بحكم السن وبحكم محاولة الاعتداء على حياته فدي صباب العودة كوري يعني امتنى عن السفر وهذا وضعنا في وضع غير مريح انا شخصيا كان رئيس الدولة اللي انا معتمد فيها سبع مرات نحاول نلقي يعني امكاني ان يأتي لزيارة مصر وقال باللفظ الحلمي ان ازور مصر وما لمدة سبعة نحن نخلي زور مصر وشوية يأثر طبعا على العلاقات لا عندنا رئيس يعني اعوز اطرب بالمثال يقرب المعنى ذهب الى غنية الاستوائية انا كنت سفير غير مقيم في غنية الاستوائية يعني غير مقيم لان استحال الاقامة مفيش مكان تقيم فيه وكان لما اروح غنية الاستوائية كان الرئيس يازن في القصر الجمهوري جاء الرئيس عفتاح الزيس غنية الاستوائية وخدم عالم قولين العرب وابنوا صفارة مصرية واصبح لنا سفير وصفارة ولدينا سيدة محترمة من خيرة سيدان سنت بنواذك مستشار للصفار يعني حتى الاماكن الصعبة ذهب الرئيس وانشع علاقات مباشرة مع رؤساها ده شيء جيد وطبعا لحضرتك لحظتي على الفور ان فيه تطور كبير في الاتصالات لبنوزي ان رفعناها من مستوى الوزراء ومستوى الوزراء الى مستوى رئيس الدولة ده المستوى لو قاعد اذا قال فعل بيبقى قاعد وراه ستة وزراء اذا روتيني نعم ايضا تأتي الزيارة قبيل انعقاد القمة العربية الثالثة وثلاثين التي تصدفها المنامة يعني الى اي حد او اي مدى تعد فرصة لتنسيق الموافق مهمة جدا 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 وعزا اوليك ان فيه يعني يمكن للأسف الاعلام مش متابعة لانني ايضا امين عام اتحاد المستثمرين العرب على مكتب الان مطالبات من جامعة الدول العربية لكل مؤسسات العمل العربي المشترك لكي نقترح على القمة العربية ملفات وملفات وملفات في كل الشيون خصوصا طبعا الشأن اللي يهمني هو الاستثمار والشأن الاقتصادي لان العلاقات العربية المصرية الاقتصادية طيبة لكن طموحنا اكبر منها وامكانياتنا اكبر منها وبالتالي نعم هذه تكون مهمة جدا لان ميزة هذه القمة منها صارت تستمع الى اراء الخبراء واراء المؤسسات كلها في العالم العربي فهو عمل مهم جدا نعيده بكل قوان وربنا يوفق رؤسائنا لما فيه الخير ان شاء الله ان شاء الله جزيلا شكر لك سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبك شكرا تمتلك كل من مصر والبحرين جميع المقاومات التي تعزز حجم التجارة البينية بين البلدين وذلك من خلال استثمار الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها حكومة البلدين للمستثمرين وتسعى الدولتان الشقيقتان الى تعزيز التبادل التجاري بينهما حيث وصل حجم الاستثمارات البحرينية في مصر الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار بينما تؤسس مصر الاستثمارات في مملكة البحرين في عدد من المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 فتف أفاق مرحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية بين مصر والبحرين هدفا تبنته القيادتان في البلدين ولسيما أن هناك فرصا واعدة بجميع المجالات في كل من القاهرة والمنامة يقدر حكم الاستثمارات البحرينية في مصر بما يناهز ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار أمريكي تتوزع بين نحو مائتين وعشرين مشروعا كما بلغ حكم ميزان التبادل التجاري نحو ثمانمائة وسبعة عشر مليون دولار عام الفين وواحد وعشرين وما يزيد عن ستمائة وعشرين مليون دولار عام الفين واثنين وعشرين والذي شهد زيادة في الصادرات المصرية التي تجاوزت مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي تنوعت بين بعض المعادن كالزينك والمنتدات الزراعية والغذائية والمجوهرات والمطبوعات الورقية وغيرها الواردات المصرية من البحرين انخفضت لتصل إلى خمسمائة وخمسة ملايين دولار ترتزت أغلبها في الألومنيوم في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ليتماشى مع تميز العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية تعاول البلدان بشكل كبير على الدفع بمشروعات التعاون الصناعي في إطار اتفاقية الشراكة التكاملية الصناعية من أجل تنمية مستدامة تضم كل من مصر والبحرين والإمارات والأردن والمغرب لتكون القاترة الرئيسية في تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي فضلا عن كونها نواة مهمة نحو تحقيق حلم التكامل العربي والاندماج الإقليمي وللمزيد معنا عبر الهاتف أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية سيد أحمد أهلا بك نتحدث اليوم عن أهم العلاقات التي تربط ما بين مصر والبحرين وهي علاقات تاريخية ومتميزة يعني لو نتحدث عن العلاقات السياسية بالأساس أو في البداية أحسنت لك ولكل مشاهدين الكرام في الواقع أن العلاقات المصرية البحرينية هي نموذج لما يحتزى لما ينبغى أن تكون عليها العلاقات العرضية العرضية في التعاون المستمر بالتضامن في التنصيق والمشاور بشكل مستمر بمجاية الحديات المتالفة في توافر إقراض السياسية لأسهل هذه العلاقات بما يقضي بمطالح الشعبين الأمر الثاني هي علاقات شركة استراتيجية بالمعنى الحقيقي بمعنى أنها علاقة متشابكة على جاسب الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية أيضاً متشابكة على المستويات الرسمية والمستويات الشعبية وهي علاقات طريقية حقيقةً حقيقةً في مصر كانت دائماً أول دولة أو من شخص في التشلال من المنطقة البحرين في عام 21 سبعين وعلى مدار أقوط حقيقةً كانت العلاقات نموذجاً لهذا التعاون المستمر لم يشاهد أي عواصف أو أي ما يعكرها كانت دائماً نموذج لتعاون المستمر على مستوى الرسمي ومستوى الشعبي في علاقات قوية ورصخة على كافة المستوى بين البلدات هي أيضا تشاهدت تطور المستمر هو عن المجال الاقتصادي أو عن المجال السياسي المجال السياسي كانت دائما هناك توافق بس تطابق فيه كثير من الأعهان في الرؤى والمراقب بشأن التحديات المختلفة ودعم القضاء العربية والحفاظ على النظام الإسلامي العربي كانت دائما البحرين داعي لمصر في كافة المحطات والتحديات التي تدعيها لمصر كانت دعم لمصر فيه بعد أجوان 67 على أجوان الإسرائيلي كانتها السبعين كانت البحرين أيضا داعي أيضا تجدنا فيه محطة مختلفة ومها بالصبع على سورك الثلاثين يونيو 2013 كانت البحرين أيضا داعي للشعب المصري والثوراته والدولة المصرية في المقابل كانت مصر دائما أيضا داعي تشاهدت لأمن أسترار البحرين ورحضة دائما أي محاولات إلي زعزعة أو أمن أسترار البحرين كان الرئيس دائما يؤكد على أن أمن البحرين وخص أحمر وأمن الخليج وجزء للأمن القوم العربي والأمن القوم المصري وبالتالي كان هناك دائما توافق بالرأة في المصالح في التنفيق المجتمع وهذا التنفيق سواء عبر الألقات السنائية بين الضعيمين والعاهد البحرين الملك أحمد بن عيسا ورأينا أو على مستوى اللقاءات الإخوية هذه جمعت اللقاءات فلسية ربعية وخباسية كما رأينا في إخلال العوام والفترات الماضية التي جمعت الشقاء العرب هذه كانت تعكس نموذج للعمل المشترك والطيار العربي بثمان القوة الصلبة العربية والقلب الصلبة الذي محافظة على المنطقة العربية وواجهة عواصف التحديات خاصة التحديات الكديدة التي مشهدتها على المنطقة ورأينا في كل هذه التحديات بإمان كانت تصواب خرعة في المصالح فيما تعلق به وواجهة التحديات المشتركة على صحب الطبع القدالة الفلسطينية وقد عكس أدوان السرين على غزة وأزمة غزة المستمر منذ أكثر 6 تشهور عكس كيف هذا الدعم والتنفيق المصري البحريني على المصارات المختلفة وهو المصار الإنساني بدعم الشعب الفلسطيني أو المصار الفياسي بدرورة الحل الفياسي الشامل فيه أهل القدالة الفلسطينية وحل الدولتين أو على المصار الأمني والتحديث من المخاصة التواصل الصراع أكليمي وجهود مصر المستمرة بدعم الشعبات في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات كما تعلق بتواصل صفحة لوقف إطلاق نار ووقف لجلل إسرائيلي في إثار ثق أو لواجهة الدولة المصرية وهو وقف رزيف الدعم الفلسطيني أيضا مصر كانت الدولة الأكبر في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيا 87 من المساعدات أيضا مملكة البحرين الشقيقة وأيضا مقاتل كبير من المساعدات الإنسانية هذا أيضا الأزمة حداثة أيضا التنصيق المصري البحريني في متعلق به البهود المشتركة على المستوى الدولي على المستوى الأمم المستحدة حاجة البهود دعم الشعب الفلسطيني إنسانيا أيضا العمل الحل السياسي كشف جراء المهتنال الإسرائيلي وكل هذه هي أهمية كبيرة لأن مصر البحرين لديك علاقات خاصة أو ذات خصوصية كبيرة تنبع من السريخ المشتركة الحضارة المشتركة من العلاقات القوية على المستوى بين الشعبين هناك دالية مصرية بحرينية كبيرة في البحرين بمثل إسرائيل للتواصل وتعظى بكل حقيقة كل الرعاية والدعم من الشقاء في البحرين وهو معاكس حقيقة هذه التواصل الكبير وهذا التقارب وهذا العمل المشترك والقواصب التي تجمع بين البلدين وبالتالي هذه الزيارة تأتي بتوقيت مهم خاصة في ظل تسعيد الإقليمي ومخاطر يعني توسع الصراع إقليميا وهو محضر أسنين مصر ومملكة البحرين وساعة التولتين عبر البهود المشتركة والقتال مع التواصل الصديقة والشرقاء اللي عمل على حيولة دون توسع هذه الصراع بأتبارك أن أي حرب جديدة وأي تسعيد جديد من المنطقة سيمثل خطوع وزعزة عن المنطقة سيضر أيضا بالقضية الفلسطينية وبالتالي هذه الزيارة تأتي بصياق مهم بصوقات مهم داخل مخرجات مهمة دواء على مستوى الموجهة التحديات ودعم الشعب الفلسطيني ووقف الأدوان على غزة أو على مستوى تطوير العلاقات الاجتماعية على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى التجاري نعم يعني أستاذ أحمد أيضا نتحدث عن حجم استثمارات بحرينية في مصر بما يمناهز ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار أمريكي تتوزع بين نحو 320 مشروع يعني كيف ترى أن هذه الزيارة سوف تلقي بثمارها على المزيد من الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين طبعا هناك دائما أراضة سياسية لدى يعني إذا عمال بلدين كما تعرضت فيه تضرع علاقات عن المستوى السنائي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري زي ما يخدم مصالح الشعبية البلدين خاصة في الغد المدارسية لنشتما تتعبها كلها البلدين مصر الآن اقتصاد مصر للإقتصاد واعد مصر د لها كرس كبيرة في جلب الإتخارات العربية والخليجية وضع الإتخارات البحرينية في مشروعات القوامية فيذ الخبرة النحو الوامر التخفض السويس الآخمات القدارية تجارها من المشروعات وتتظل نجاحPL إقتصاد مصري مصر الآن تمثل يعني 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 الدولة مهمة بالإقتصاد هذه الإتخارات أيضا على البحرين إن إحتجار الأسهار للمحرين في مصر في ظل مناخ الاسبارات الكياسي وفي ظل المناخ الاسبارات المتعبية في مصر رغم أن البيع الإقليمية المضطربة ورغم طوصلات العالمية والأسليمية إلا أن هناك تعاون مستمر البحرين أيضا هناك تثمارات مصرية في البحرين وهناك يعني ما يسمى أطار أو أطر مؤسسية سواء اللجنة البحرينية المصرية المشتركة في تعزيز هذا التعاون والعمل العالم دافعي بشكل مستمر من خلال تعظيمة مجالات مختلفة في مجال المصر والمصرات التكنولوجية في مجال البكتركونيات في كثير من الصناعات والمجالات التي تخدم البلدين وبالتالي السمارات البحرينية كما أنت أشار في أكثر من 3 و 2 من 10 مليار دولار وأكثر من عديد من مشروعات في مصر وهناك فرص فعيدة لتصمير هذه الأقوات بشكل مستمر وأنا في أعتقادي أن مصر طولي أهمية كبيرة خاصة في عدد الرئيسيتي للدائرة العربية وكانت جاهزة على أقوات طفة كبيرة على المصالف الصادي والسجاري باعتبار أن هناك فاصل مشتركة أن مصر بيأجازبة وعيدة أن هذا التعاون يمثل أهمية كثيرة وهو قام على المصالح رأينا أصيغة التعاون والإطار الذي مع مصر والبحرين والإمارات والمغرب والأردن وتشكل حقيقة يعني إطار مهم للتصوير هذه الأقوات بشكل مستمر ورأينا كيف أن الاتصميرات الخليجية بشكل عام والاتصميرات البحرينية بشكل خاص ازادت في مصر في الفترة الأخيرة وأنا في اعتقادي أن هذا إنعكاس حقيقة لما يسمى حصات السياسة الخارجية المصرية وهو تعظيم التنمية الدوارة السياسة الخارجية تعظيم حصات الإيران العربية تعطاقها ونوية كبيرة ورغم التحديات التي تحت في المنطقة والعواصف التي تشهدتها خلال العقب الماضي من معارفهم الربيع العربي ثم تصاعد الإنهاب والتصويرات الخارجية والإتمام العالمية رغم ذلك أن مصار التنمية والتعاون صار بشكل متواز لأن في مواجهة التحديات ومصار التعاون المصري البحرين أو التعاون المصري الخليجي العربي في مواجهة هذه الأزامات والتحديات وإفاظة عن النزام الإقليم العربي كان مصار التنمية أيضاً يسير بالتواز وكثرة مصر والبحرين ودول الخليج نموزجاً لها التنمية والأسعار تحديث تطلعات الشعوب المنطقة وبالتالي هذه الزيارة المسل الأهمية كثيرة بدفع العمل المشترك بدفع مزيدنا للتصويرات خاصةً لأن البحرين نبهي أيضاً مجالة فيها مهمة في كثير من المجالات في مجال الزراعة في مجال أيضاً النقل في مجال البحري في مجال السياح هناك مجالات كثيرة يمثل فرص موعدة لتطوير هذه العلاقات بشكل مستماري وأنا في اعتقادي أن الإطار الذي يجمع البلدين والشراكة الاستراتيجية دائماً ما تعتقده هو دافعة لتطوير هذه العلاقات بشكل مستماري وعلى مستوى التنائي وعلى مستوى العلاقات السبارية والاستضية أو على المستوى السياسي والتنسيق المستمر والتشور في مواجهة التحديات ودعم القضايا العربية نعم توافق إذن هناك توافق في الرؤى وتطابق في الأهداف الاستراتيجية إزاء الملفات المختلفة كيف ترى أن سوف يكون لهذه الزيارة تأثير بالتحديد على وقف إطلاق النار في غزة وما يحدث في غزة للفلسطينيين بالطبع هذه اللقطة مهمة لأن أنا دائما أقول أن العلاقات المستوى البحرينية ليس فقط يعني متوافقة لكن متطابقة في كثير من المواقب حتى نتعلق بها القضايا العربية القضايا الفلسطينية يعني البلدان هذه مقاربة ورؤية واضحة وشاملة تقوم على أن الحل الشامل والجزء في استراعات المنطقة وكل استراعات المنطقة يكون من خلال الحل القضايا الفلسطيني الرئيسي سيأكد أكثر من مرة أن الصدى الفلسطيني هي الصدى المركزي لابد من حل السياسي الشامل يقوم على تقام الدولة الفلسطينية العام 4 يونيو سبعة ستين وعلى سمطايا الفلسطين الشرقية وأن ما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي ومن توصرات وفي استراعات أكليمي ما هو إلا عرض لمرض هذا المرض يتبثل في استراعات الاحتلال وغياب القضايا الفلسطيني وبالتالي هنا في حرك المصر والدعم العرب والدعم الخليجي والطوابق المصري البحريني يمثل قوة دفعة مهمة في اتجاه دعم القضايا الفلسطينية في اتجاه الحجر الدعم الدولي لحل هذا الصراع من بزوره في اتجاه أيضا العمل الاسرائيلي مع الشرقاء سواء في أمريكا والأطراف المؤثرة دوليا في اطراف الأوروبية لما العلاقات مصري والبحرين يعني نزيم علاقات بييدة مع بقياس في الدول العالم هذا يتم استثمر هذه العلاقات في حجم للجهود للضغط على الجانب الاسرائيلي في عمل على الوقت دائم لإطلاق النار ووقف هذا العدوان وتخصيف المعنام عن الشعب الفلسطيني وبالتالي الكمة اليوم المصري البحرينية وهذا اللقاء يمثل رسالة مهمة تأتيد الدعم العربي المستمر بالجانب الفلسطيني وفي موجات هذا الاحتلال وهذه الدرائم وهذا العدوان هذا الرسالة مهمة للجانب الغرب للجانب الأمريكي المؤسف للتحرض بالفعالية والعمل على حل القضاء الفلسطينية والعمل أيضا على منع توسع التوسرات إسرائيلية نحن نقل نشهد نظر توسرات كما رأينا بين إسرائيل وإراد وغيرها كل هذا ما هو العرب دمرت وهو الاحتلال الاحتلال لأسرائيلي وهي حل لعجل القضاء الفلسطينية لأنها أم القضاء هي المفتاح الأساسي لتحقيق الأمن إلى باتجاهات مختلفة سواء باتجاه دعم الفلسطينيين أو باتجاه رفض ما تكون به إسرائيل من جرائم أو باتجاه حج الدعم الدولي والترسائل بأن من مصطحة المنطقة تحقيق الأمن والاستقرار والتحرض بفعالية لأن يعني ترك المنطقة لطيارة تشدد وبحوائز البعض جرى المنطقة إلى مصار صراعي لن يختم أحد وبالتالي هنا المصر والبحرين المنطقة العرباء السعودية إلى السلام إلى الاستقرار لتشوية الأزمات السياسية العمل على رفض الاستقرارات الخارجية بوضعات الإرهاب الفكر المتطرف حل الصراع من جزوره ومن هنا تأتي أهمية أهدي المقرأة المصرية وهذا الدعم البحريني والتنسيط بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط نعم أستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية جديد شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف اشتركوا في القناة 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 2013 فكانت هذه الرابطة القوية وكان ذلك التلاحم الاستراتيجي والارضية السياسية الواحدة والرغبة في تمتين كل العلاقات بشكل شامل ومتكامل استراتيجي في مختلف القطاعات والمجالات تصور أن مصر الدولة القوية هذه الجمهورية الجديدة تلك الدولة المتماسكة البنيان صلبة المؤسسات يعني صاحبة الاتقل الحضاري والارض السياسي والديبلوماسي العريق والتليج وصاحبة الرؤية الثاقبة هي دائما كانت صباقة في نسج مثل هكذا علاقات استراتيجية وكانت البداية مع المنامة مع المملكة البحرين والسعودية والإمارات وهذه الدول التي يعني أثبتت أنها تقف على نفس الأرضية التي تقف عليها الدولة المصرية ومن ثم كانت بعد ذلك يعني تباعا هذه العلاقات شديدة الاتتراع مع كافة الدول يعني إقليميا وعالميا أو دوليا نعم يعني سيد طارق أيضا هناك يعني ملفات عدة سوف يتم طرحها وبالأخص ملف يعني فلسطين كيف سيدعم هذا من موقف فلسطين أو موقف العربي الرافض لما يحدث في قطاع غزة يعني بالفعل يعني هذه رؤية مشتركة وهنا يعني طلاق الزعامات على هذه الأرضية وهذه الرؤية تجاه ضرورة وقف هذه المتابح وهذه الحرب حرب الإبادة ضد المدنيين العزل هلين في غزة وأيضا فكرة ضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وفقا لهذه المرجعيات الدولية أتصور أن الدولة المصرية كانت لها هذه الرؤية الاستباقية الصباقة مصر دائما تسير عبر رؤاها من خلال مؤسساتها الوطنية تسير ويتبعها العالم ويتجه إليها الكل مصر أتصور أنها تثبت يوما بعد آخر أنها البوصلة التي تحدد اتجاه النجاح وطريق المستقبل وطريق التنمية وطريق الحياة وأنه لا تقرار لهذه المنطقة ولا حل لهذا النزاع المزمن إلا بتحقيق التسوية لا التصفية وإنما التسوية على أسس المرجعية التولية التي دائما ما تتمسك أو تتشبث بها الدولة المصرية نعم وإذا تحدثنا عن العلاقات السياسية فهي تاريخية أيضا يعني ذكرت أن مصر كانت من ضمن المرحبين باستقلال البحرين عام 1971 وبالفعل أيضا كانت البحرين يعني من ضمن المؤيدين والمباركين لصورة 30 من يونيو كيف لهذه المواقف المختلفة من توطيد العلاقات بين مصر والبحرين بالفعل يعني هذا التاريخ والمحطات العديدة بتؤكد هذه الصلة الاستراتيجية التاريخية الحضارية وهذه الوشائج وشائج القربة والصلة والطلاقي الروحي والثقافي والسياسي وأيضا يعني مصر دائما كانت هي الأم الرؤوم التي لها الرؤية الثاقبة في كل المحطات وفي كل هذه يعني كل هذه الأحداث أو التواريخ أو المحطات التاريخية مصر دائما يعني أفرفت باستقلال هذه الدول العربية مصر شاركت عن طريق يعني بعثاتها سياسيا دبلوماسيا تعليميا ثقافيا فنيا مصر أيضا حتى من الجانب القانوني والجانب الدستوري يعني كان الفقيه العلامة الدستوري الكبير العلامة الأستاذ الدكتور العبد الرزق السنهوري وهو الذي يعني وضع هذه يعني دساتير معظم البلاد العربية والدول الخليجية سواء كانت مضم ملكية أو جمهورية فكان دائما يضع الشرطة الأساسية أو المشارطة الأساسية أو كما يسمى القانون الأساسي في معظم هذه الدول فأتصور أن يعني هذه العلائق وهذه الوشائج القانونية والدستورية والبعثات التعليمية والعلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية كل هذا يعني محصات تاريخية يعني من شأنها أن توثق مزيدا من الوشائج والقوة والمتانة التي تربط ما بين الدولة المصرية الشقيقة الكبرى أو الأم الرؤوم صاحبة يعني ذلك الإشعاع الحضاري والثقافي والتنويري والرؤية الثاقبة والنصائح دائما المخلصة مصر دائما أثبتت في كل المحطات وفي كل المحافل أنها مخلصة وأنه تتمنى الخير وتتمنى في تصوراتها وفي مطاراتها وفي توجهاتها وفي مبادراتها تتمنى دائما الخير وأن تبادل المنافع والاستقرار والتنمية ويتبدى دائما يعني الصدق في خطابها الدبلوماسي وخطابها السياسي في تاريخها وخاصة ظهر ذلك جليا في دولة يوليو 2013 أن الخطاب يقوم على تمتيل هذه العرى السياسية والاقتصادية والثقافية ما بين مصر وما بين أخواتها العربيات وأيضا فيما يتعلق بضرورة حتى يكون هناك كذلك الاستقرار والتنمية لا بد من هذه الأرضية المشتركة ما بين مصر نعم جزيل الشكر لك نتابع مع حضراتكم ومدننا في هذه التغطية الحية لاستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة